مشاهدينا اهلا بكم في تغطية جديدة عن الاحوال الجوية والطقس حيث يتوقع خبراء هيئة الارصاد الجوية ان يسود غدا الخميس طقس مرتفع الرطوبة اما درجات الحرارة فسيكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتروح من درجتين الى ثلاث درجات مئوية وسيكون الاحساس بالطقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية مائل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية حار رطب على باقي الانحاء وبحسب ما اعلنته هيئة الارصاد الجوية عن الطقس غدا فان حتى الطقس سوف تشهد استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة على مدار اليوم رغم الانخفاض في درجات الحرارة ومن المطاقة ان يكون هناك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة قدمت ايطن نهائة الارصاد الجوية نصائح هامة لسائق السيارات على الطرق السريعة في الصباح الباكر كعدم القيادة بسرعة عالية وتشغيل الانتظار تفاديا من حدوث اية حوادث حتى يتم تفادي خطر الشبورة المائية ايضا سيشهد الطقس غد النشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطع ايضا فيما سيكون هناك فرص لامطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية للبلاد تنتد ايضا الى مناطق من الوجه البحري على فترات متقطع على مدار اليوم بالنسبة لحالة البحرين في حالة البحر المتوسط ستكون خفيفة الى معتدلة وارتفاع الموج سيكون من متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية اما حالة البحر الاحمر فتكون خفيفة الى معتدلة وارتفاع الموج في من متر الى متر فاصل 75 ورياح السطحية شمالية غربية وبصفة عامة اكدت هيئة الارصاد الجوية انه سيكون هناك تحسن ملحوظ في الاحوال الجوية بداية من غدم الخميس وذلك بعد الاستمرار في الارتفاع في درجات الحرارة التي شهدته حالة التقس على البلاد خلال الايام الاخيرة اما عن درجات الحرارة المتوقعة غدم في القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 26 سواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 25 درجة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر 39 للعظمى والصغرى 29 درجة شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 25 درجة جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 28 درجة ايضا من المتوقع ان يكون متوسط نسبة الرطوبة غدا على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% ليلا و35% نهارا السباح الشمالية 90% ليلا و60% نهارا جنوب سيناء 55% ليلا و30% نهارا شمال الصعيد 45% ليلا والصغرى 20% نهارا جنوب الصعيد 30% ليلا والصغرى 15% نهارا وبكده تكون انتهت تغطيتنا مشاهدين الكرام وطبعا هنكون في متابعة مستمرة مع حضراتكم لكل ما يخص الاحوال الجوية والطقس نشهركم على حسن المتابعة اشتركوا في القناة